طيب شايف حمادة فكرة أن الولاد بتخاف جدا تعصي الأب أو الأم بيخاف أنه يكون ابن عاق يعني مهما كان شكل التدخل بيقولك أنا طيب هعمل إيه يعني هاخضب ربنا في والدي و والدتي ففي بعض الأبناء بتنصعل ده وده بيدي للأب أو الأم مساحة أخرى من التدخل في حياة ولادهم زي ممكن نعمل عملية التوازن من منطلق ديني بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد طبعا موضوع جميل جدا وإحنا بنشكر صراحة حضرتكم على اختار هذا الموضوع لأنه بيتعلق بالأسرة وبالمجتمع ككل طبعا إحنا بنقول لابد أن يكون فيه توازن يا أستاذي شهام الأباء لهم حقوق على الأبناء والأبناء لهم حقوق على الأباء هل هي واضحة فيما بينهم حدود فصلة؟ طبعا واضحة جدا واضحة الإسلام بيّن هذا بالتفصيل والنبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول في الأبناء يعني لاعبوهم لسبع وأدبوهم لسبع وصاحبوهم لسبع يعني من سنة أولى من أول سنة لغاية سبع سنين دي اللعب يعني طبعا إيه؟ ما فيش عقاب ما فيش دار ما فيش إيزاء ما فيش طبعا شاخط ومن سبعة لأربعتاشر التأديم علموا أبنائكم الصلاة وهو أبناء سبع بدأنا سن الإيه؟ الأدب ده حلال ده حرام ده صح ده غلط من أربعتاشر بقى سن الحالة الحارجة والسن الحارج ده المراهقة نبتدي بقى أن نحن نصاحب أولادنا إن كبر ابنك خويه وطبعا ربنا سبحانه وتعالى بيّن خمس حقوق مهمة جدا للأباء على الأبناء وأتمنى أن نحن كمجتمع نحفظها أو نعرفها خمس حقوق مهمة جدا جدا الحق الأول الإحسان في القول وفي الفعل وقدى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين الحق التاني للأباء على الأبناء التواضع والدعاء واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وكن رب يرحمهما كما ربياني صغير شف سيدنا نوح عليه السلام دعا لأبوهم خمس مرات في آية واحدة وقال نوحن رب لا تزر على الأرض من الكافرين ديارة إنك إن تزرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفار رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلى تبار طب ما أبوه ومه دخلوا بيته وأبوه ومه من المؤمنين والمؤمنات وبعد كده خاصهم بالدعاء حق ده حق ده حق واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وكن رب يرحمهما ده ربنا اللي بيأمرنا وطبعا فيه ثلاث آيات مكرونة بتلات يعني ربنا مش هيقبل واحدة بدون الثانية أو السيدة الشام الأولى أطيع الله وأطيع الرسول لو أنا أطعت ربنا ونعاص الرسول مش هيقبل مني الثانية أنا أشكر لي ولوالديك لو أنا شكرت ربنا وأنا مش بشكر والدية ربنا مش هيقبل مني الثالثة وأقيمه الصلاة وقاته الزكاة اللي اتنين مكرونين ببعض نرجع بقى للخمسة رقم ثلاثة اللي هو يعني دي دخلت فارق كان الإسلام كده طبعا يبقى احنا قلنا رقم واحد من حقوق الأبناء الإحسان في القلوة الفعل اتنين التواضع والدعاء ثلاثة صلة الأرحام صلة الرحم بتاع والدي صلة الرحم أمي طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم لما واحد بيسأله هل بقي علي من حقوق والدي علي بعد موتهما قال صلة رحمهما التي لا توصل إلا بهم اتنين من الحاجات برضو تنفذوا الوصية بتاعتهم يعني والدي أمرني بوصية مدام الوصية دي لا تتعرض في الدين يجب أن أنا وقاء أنفذها وبعد كده آخر حاجة الانفق عليهم إن أنا أنفق عليهم وأتصدق عليهم سواء هم عايشين ولا ميتين طب لو هم أحياء طبعا حنا بنرجع لموضوعنا ده دي بتعمل ربما بعض المشاكل في بعض البيوت يا مولانا طبعا تلايه ستة بتتحكم أنت جبت الوالدك ووالدتك فلوسنا المفروض بتصرفها على بيتنا بتصرفهم على والدك ووالدتك بنشوفها كتير ترجمة نانسي قنقر